قامت السلطات البريطانية بإجلاء عدد من سكان بلدة ويلي بريج في مقاطعة ديربشير شمال البلاد من منازلهم تحسباً لانهيار سد بحيرة دبروك الذي تضرر بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت خمسة أيام وذكرت صحيفة ديليميل البريطانية على موقعها الإلكتروني أن شرطة المقاطعة طلبت من حوالي 6500 شخص من سكان هذه البلدة مغادرة منازلهم على الفور فيما يبدو أن السد المتداعي الذي يشمل خزانه 300 مليون جالون من المياه على وشك الانفجار في أي لحظة جراء الفيضانات وأضفت أن الشرطة طلبت من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم التجمع في مدرسة على بعد ثلاثة أميال أو التوجه إلى أبعد من ذلك إن أمكن وحذر مكتب الأرساد الجوية من هطول أمطار بمعدل 1.6 بوصة من المتوقع أن تسقط خلال ساعات في أجزاء من الشمال الغربي وتضرر جدار حول خزان هذا السد الضخم الذي يعود إلى الحقبة الجورجية وظهرت فجوة كبيرة به فيما تواجه التجمعات في جميع أنحاء شمال إنجلاتيرا مزيدا من الفيضانات خلال هذه الأيام